بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم أيها الأصدقاء العزاء على قناة وموقع هوس التكنولوجيا كنا منذ أيام قد قمنا بتسجيل وشرح فيديو لكيفية تشغيل عشرات الحسابات من حسابات التليجرام على جهاز الكمبيوتر كما وعدناكم في ذلك الفيديو بأننا سنقوم بشرح كيفية تشغيل عدة حسابات أيضا على الهواتف سواء الاندرويد أو المستخدمي الايفون الطريقة بكل بساطة هي تشغيل مجموعة تطبيقات خاصة بالتليجرام وجميع هذه التطبيقات بعضها معتمد ورسمي من تليجرام وبعضها غير معتمد لكن شركة التليجرام قد سمحت لهم باستخدام قاعدة البيانات أي أنه يمكنك تفعيل رقمك الهاتف على هذه التطبيقات لنبدأ أولا بالتطبيق الرسمي من التليجرام هذا هو التطبيق الرسمي من التليجرام يمكننا تشغيله وتبدأ المراسلة وتفعيل رقمك على هذا الحساب هذا الحساب يدعم تعدد الحسابات أي أنه يمكنك من تشغيل ثلاثة حسابات على هذا التطبيق التطبيق الثاني وهو تطبيق تليجرام X وهو أيضا تطبيق معتمد ورسمي من التليجرام تقوم بفتحه وكما تلاحظ هذا هو التطبيق يمكنك أيضا الذهاب إلى القائمة وثم النقر على الاسم الحالي وثم تضيف الحساب الثاني والحساب الثالث بنفس الطريقة التطبيق الثالث وهو التليجرام بلس وهو تطبيق رائع جدا وأنا شخصيا أحبه وأستخدمه أكثر من تطبيق التليجرام نفسه تطبيق التليجرام بلس أيضا يدعم تعدد الحسابات ويمكنك من إضافة حسابات أخرى من خلال هذه الأوامر التطبيق الرابع وهو البي جرام أيضا تطبيق رائع جدا يمكنك من تفعيل ثلاثة حسابات في نفس الطريقة التطبيق الخامس وهو بلاك جرام هذا التطبيق أيضا رائع جدا يمكنك من إضافة تعدد حسابات أيضا لغاية ثلاثة حسابات التطبيق السادس وهو تطبيق رائع بمعنى الكلمة وهو تطبيق التليجراف أيضا هذا التطبيق فيه الميزات العديدة والعديدة يدعم التبويبات والتصنيفات وأيضا يمكنك من إضافة حسابات متعددة لغاية الثلاثة حسابات والتطبيق السابع وهو التليجرام بلاس بحرف البي وليس البي أيضا بنفس الطريقة تستطيع استخدامه وتشغيل ثلاثة حسابات على هذا التطبيق والتطبيق الثامن وهو تطبيق اسمه بلاس أيضا يمكنك من تشغيل ثلاثة حسابات على هذا التطبيق والتطبيق قبل الأخير وهو المو جرام أيضا تطبيق رائع جدا ويدعم التبويبات ويمكنك من تشغيل عدة حسابات في الحقيقة قد احترت بامبين أفضلية هذه التطبيقات إذ أنها بمجملها كما رأيتها أفضل من تطبيق التليجرام الرسمي نفسه أنا حاليا أستخدم تطبيق التليجرام بلس لأنه يدعم التبويبات ويدعم تعدد الحسابات وأيضا هناك ميزة جديدة وهي التصنيفات أيضا يمكننا استخدام الجوجل كوروم وذلك للذهاب إلى تليجرام ويب يمكنك الدخول إلى تليجرام ويب ومن ثم تنشيط حساب جديد أيضا إن كنت تمتلك حسابات متعددة أو رغبت بتشغيل حساب على الجوجل كوروم أيضا يمكنك استخدام مستعرض آخر مثلا الأوبرا أو الموزيلا والدخول إلى الويب تليجرام واستخدام حساب أيضا جديد وإن كان لديك أكثر من هذه الحسابات تقربا هذه عشر تطبيقات وكل تطبيق يمكنك من تشغيل ثلاثة حسابات هذا يعني أنك تستطيع تشغيل ثلاثين حساب من خلال هذه التطبيقات إن كان لديك أكثر من ثلاثين حساب طبعا هذا محال بالنسبة إلينا يمكنك تثبيت أي تطبيق يدعم تكرار التطبيقات يعني يمكنك تشغيل أي تطبيق من هذه التطبيقات مرتين مرة تشغل عليه ثلاثة حسابات والآخر أيضا تشغل عليه ثلاثة حسابات يعني تصبح قادر على تشغيل ستين حساب أنا أستخدم لتكرار التطبيقات هذا التطبيق واسمه البارلل سبيس هذا التطبيق رائع جدا لمضاعفة التطبيقات وتكرارها وتشغيلها مرة ثانية تستطيع من هذه النافذة اختيار التطبيق الذي تريد استنساخه إن كانت غير ظاهرة يمكنك الضغط على هذا السهم لإظهار جميع التطبيقات يمكنك اختيار مجموعة التطبيقات التي تريد استنساخها بعد اختيارها يمكنك إضافتها بالضغط على هذا الزر ومن ثم تفعيلها بحسابات جديدة بذلك تكون قد حصلت على أكثر من ستين حساب تليجرام على جهاز واحد على هاتف واحد نتمنى بأن تكون الصورة واضحة ولأي استفسار لا تترددوا بوضع تعليقات أسفل الفيديو أو الموقع نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا